مثال للتعامل بين الزوجين شوف هنا في النساء أربعة وثلاثين ده مجرد مثل للتعامل الحياة كلها تعاملات الحقيقة هأخذ هذا الجزء فقط المشهور والمعروف علشان عاوز أجيب فيه جزئية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظهن وهجرهن في المضاجع واضربهن فإن أطاعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل إن الله كان علي كبير شايفين الكلام ده هنا طبعا الجزئية المعروفة فهجرهن في المضاجع واضربهن أنا رحت للطبري لأن الناس بتركز على فاضربهن ماشي الضرب ده طبعا كارثة بكل المقاييس كونك أنت تفتكر أنه ضرب مش كتير ضرب بسيط ضرب مش موجع هو مش الفكرة في الضرب شديد ولا لا هو الضرب إهانة هلاه القرآن هنا مش فاهم الفرق ورسول الإسلام بيتكلم بيقولك يعني اضربهم بالراحة يعني مش تكسر عظم ولا تعمل زي ما بنسمع في الفقه الإسلامي يا عزيزي المسلم الضرب للمرأة ليس في كميته كتير ولا قليل أصلا هو إهانة مجرد أنك أنت تمد إيدك على زوجتك إهانة في حد ذاتها من فعل هذا في أي عقيدة في أي دين إهانة نقول لك أنا بس مديت إيدي عملت كده أنا ضربتها بالسواك زي بنسمع من الأحباء المسلمين سواك إيه يعني أنت هتكون مبسوط خلينا أسألك سؤال واضح عزيز المسلم لو شفت والدك بيضرب والدتك بالسواك هل هي هتكون مرتاحة ولا هتشعر بحرج وكسوف وانت ابنها ليس يعني معقولا ولا مقبولا أن يمد الرجل على إيده على زوجته شوف هنا بقى اتبري من ضمن المعاني للهجر يقول لك يهجر أو يسيب الفراش والتاني يقول له لا يسيب الفراش الزيدة معناها نفز اللي هي عايزة ما يسيبهاش هناك معنى آخر تخافونا نشوزهن فإن على زوجها أن يعزها فإن لم تقبل فليهجرها في المضجع يقول يرقد عندها ويوليها ويوليها ظهره ويطأها ولا يكلمها ولا أنا مخاصمك بس ياخد حقوق الزوجية يعني طيب وبعد كده شوف الجزئية دي يعني واحدة من معاني الهجر في كلام العرب يوريده الطبر في تفسير البقرة وطبعا أكيد في مفسرين أخر يعني يقول هجر البعير إذا ربطه صاحبه بالهجار يسمى الهجار وهو حبل يربط في حقويها ورصغها يعني كلمة الهجر يهجرها ليس فقط أن يهجره ويديه ظهره كذا يقول لك الهجر كمان معناه أنه يعني ممكن له معنى آخر وهو الرط فبصراحة يعني أنه هذا المعنى يكون موجود أيضا في التعامل مع المرأة برضو فيه كارثة ولا ندري ربما هناك مسلمون يعني طبقوا هذا الكلام وإحنا سمعنا عن من ربطوا نساءهم يعني فلا غريب أنهم طبقوا هذا المفهوم بس أنا عايز أرجع معك للنساء 34 مرة أخرى بيقول الرجال قوامون عن النساء فلو رجل يعني يخاف من زوجة نشوز يعزى يهجرها في المضاجع ويضربها طيب لو العكس عشان نشوف كرامة المرأة ما هي كرامة المرأة معنىها لازم يكون نفس الحق عندها طيب يقول لك لا إزاي المرأة تضرب زوجها هو يعني رائع وممتاز يعني الرجل يضرب الزوجة ولا عشان فيه تفوق عضلي وجسماني الاثنين غلط والاثنين إهانة ولو كان ضرب المرأة لزوجها طبعا ده إهانة فهو أيضا ضرب الزوج لزوجته إهانة بلا شك خلينا أقول لك طيب لو حصل العكس سورة النساء 128 وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلحة خير الصلحة خير يا جماعة بلاش تطوروا الأمور الصلحة خير طب هنا الصلحة خير وهنا الصلحة مش خير مفروض يكون في تكافؤ كرامة واحدة بين الرجل وبين المرأة لكنك تفوق يعني الرجل وتعطيه الحق فيضرب المرأة متفوقا عليها والمرأة لو خافت من بعدها نشوزا يعني الغريبة نفس التعبير يعني بص معي هنا خليني ألوين كذا وليك وليك تخافونا نشوزا هنا طيب هنا وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا نفس الموضوع بس هنا يعز يهجر يضرب هنا استلحوا أحسن الصلحة خير طيب خلينا نشوف الصورة دي في المسيحية شكلها ازاي هذا التعامل بين الرجل وبين المرأة في الكتاب المقدس اللي بتعطيه المرأة لزوجها وخلاص بس ولا هو زي كده برضو لو هو برضو اتغر وتكبر وابتاع ونشز ما فيش مشكلة الصلحة خير نقرأ في الوحي المقدس بيقول أيها النساء خضعنا لرجالكن كما للرب ده بيكلم النساء هنا لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء شفت المرأة مظلومة زي لا ممكن واحد يقول كده من أول قراءة تعال شوف الرجل مطلوب منه أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها يعني الرجل الزوج يموت من أجل زوجته لأن المسيح مات من أجل الكنيسة كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم من يحب امرأتهم يحب نفسهم كأنك بتحب نفسك يا حتى منك أصل روح الله رجعها لك تاني الضلع اللي تاخد زمان فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوت ويربيه يبقى هنا أنا سمعت شيخ من الشيخ بقول لك لو راجل ومرأته ومشين مسلمين يعني وحصل اعتداء يسيب مرأته ويجري طبعا حتى المسلمين بهدلوه بس هو عنده حقه الإسلام يعني ما جابش من برا هنا يبقى إذن للمرأة عليها وهنا الرجل عليه يعني الرجل بيموت من أجل زوجته ده الشرف ده الامتياز ده النخوة مش ديوث يجري ويسيب مرأته بعد كذا يأتي بما قيل عن آدم يقول هنا في الوحي المقدس أنا أقرأ من أفسوس بالمناسبة خمسة من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا خلاص رجع الضلع ده فبيقول اثنين جسد واحد وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه وأما المرأة فالتهب رجلها يعني مش طلب بس من الرجل وترك المرأة أو طلب من المرأة وترك الرجل كل عليه دوره والرجل أو أعتف تكر نفسك أنت أحسن لا أنت تبزل نفسك المسيح عمل إيه من أجل الكنيسة مات على الصليب أنت تموت من أجل زوجتك ده كلام الوحي المقدس موسيقى